هاي وطبعاً الدنيا برد طيب حنعمل إيه الناس قاعدة في البيت برد الكلام يا إما عن البرد يا إما عن الأكل يا إما عن أنه ناس كتير طبعاً يقولك برد ما قدرش عمل رياضة الناس خايفة على الأطفال وعلى الكبار وحاجات كتير جداً كلام خلينا ناخده بشكل علمي أكتر ونحاول نساعد حضراتكم ونشوف ممكن نعمل إيه دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية سأل خير يا دكتور شهر فل إيه الأخبار أنا عايزة دفي الناس النهاردة وياخدوا كده مننا نصايح ويأكلوا أكل صحي وكمان ما يتخنهمش ونتطمن على الأطفال وعلى كل حاجة طيب دلوقتي في الدرجات الحرارة دي الناس تبقى حاسة إنه الأكل بيدي نوع من التدفئة يعملوا إيه؟ خلينا أخد من المقدمة هي فكرة إنك تدف هي دي الفكرة أو الكونسبت العام تمام الجسم عايز يعادل درجة الحرارة ما بين جوه وما بين بره برد اللي موجود البرد القارس ده هو ما يفرقش مع بره إيه اللي بيحصل هو أهم حاجة إن جوه درجة الحرارة تبقى مظبوطة طيب ده بيحصل إزاي؟ عن طريق الأكل دي أسرع حاجة ممكن تمد الجسم بطاقة هو لسه مش هيفكر يروح يحرق دهون ويحولها لطاقة ويدفيك فبيطلب النسيات تكتأكل ده اللي بيترجم فكرة إن أنت ممكن تبقى لسه أكل وجبة محترمة وبعدها بساعة أو ساعتين أنت جعان وعايز تأكل تاني مظبوط لو خدنا بقى العنوان ده اللي هو فرق درجات الحرارة وإنت بدأت الترجم ومسأل اللي هو المشروب دافي ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة تأكل أكلة مظبوطة في توقيت مثالي فأنت حققت للجسم اللي هو محتاجه وبالتالي هنخرج من حجة أن أنت يبقى فيه زيادة في الوزن أو أنت تأكل أكتر من احتياجك الشتا فرصة عظيمة للنزول في الوزن الناس اللي بتعاني من السمنة الشتا معدل الحرق بيبقى عالي لأنه زي ما قلتلك هو ما فيش استعداد أنه يستنى أن درجات الحرارة يحصل فيها خلل لأنه دكتب السيدة فيه بطاطا وعاتس وكيكا وحاجات كتير قوي بيأكلوها بالليل يعني ما فيش مشكلة في نوع الأكل طالما أكل صحي وبيتاكل مظبوط الأهمية في توقيته أنت بتاكله إمتى